بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الكفاءات اللي موجودة في positive displacement bumps زي ما اتفقنا في حساب الكفاءة بشكل عام لازم نعرف input power للbump وبعد كده output power من فالinput power بالنسبة positive displacement bump بتكون shaft power طبعا shaft power بيحصل losses عندنا اسمه mechanical losses نتيجة الاحتكاك بين الشافت والبيرنج ونقل الحركة بيحصل جزء من losses اللي هو يسمى mechanical losses وتنتقل بعدها الباور ليه المائع في صورة pressure وflow rate فالoutput في هذه الحالة بيكون pressure في الكيو theoretical الكيو النظرية طب الكيو دي احسبها ازاي الكيو theoretical بتساوي احنا حسبنا الdisblacement بتاع البام اللي هي الvolume او الdisblacement اللي هي الVD الdisblacement دي بتكون وحدتها ميتر كيوب بير ريفليوشن فاحنا لو ضربنا الdisblacement في الN اللي هي الريفليوشن بير منت هنحصل على الكيو theoretical طبعا هتكون وحدتها في هذه الحالة ميتر كيوب بير منت لو حبينا نخليها بير ساكند هنقسم على ستين يبقى الكيو theoretical عبارة عن الdisblacement في الريفليوشن بير منت او الاسبيت بتاعة البام دي بتكون الtheoretical كيو لكن اكشوالي مش هي الdisblacement اللي انت بتحسبها دي مش بيتم ضخها بالكامل من خلال البام نتيجة وجود بقاء بعض الزيت مثلا بين نتروس الاسنان نتيجة غلق المحابس او فتحها او توقيت الغلق ولذلك بتكون الكيو دي theoretical لذلك بيكون عندنا حاجة اسمها volumetric losses وبالتالي بتكون الكيو الحقيقية اللي بيتم ضخها اللي هي الكيو حاجة اسمها mechanical efficiency ولو اسمنا البي في كيو actual على البي في كيو theoretical طبعا البي بتضيع فبيتبقلنا البي في كيو على البي في كيو theoretical اللي هي volumetric efficiency لو اسمنا اخر حاجة على اول حاجة اللي هي اخر الاؤوت النهائي على الامبوت فبنحصل على overall efficiency بتاع البامب وهي بي في كيو actual على الpower shaft the bump characteristic curve او performance curve احنا عارفين ان performance curve هو بيكون relation بين head او pressure وال floreat اللي developed by the bump يعني علاقة بين الكيو وال h لما نجي نبص لل centrifugal bump performance curve او non positive displacement bumps هنجد ان كلما زاد floreat المطلوب انتاجه من bump بيقل الهد فالcurve بيبقى واخد هذا الميل وده نتيجة ان حركة الريشة بالشكل ده نتيجة القوة الطردة المركزية بيحصل خروج للمائع في هذا الاتجاه فاذا زادت المقاومة بتاع السيستم يعني السيستم اللي رايح عليه الفلو ده زادت المقاومة فيه او بمعنى اخر زاد الهد المطلوب للتغلب على هذه المقاومة بيكون فيه باك بريشار عالي على البمب وبالتالي الفلو اللي بيخرج بيقل لان فيه جزء من الفلو بيبدأ يتحرك هنا او ما بيتمش السحب للمائع بنفس الصورة او بنفس الكيفية لذلك لكل كيو منتجة من هذا النوع من البمب هيد واحد قيمة واحدة الهيد اذا تغيرت قيمة الهيد يتغير على طول الفلوريت مقابل لهذا الهيد طيب بالنسبة للبوز ديسبلسمنت بمب احنا اتفقنا في البوز ديسبلسمنت بمب ان كمية الزيت اللي بيتم ضخها او الديسبلسمنت اللي بيتم اخراجها اللي هي الازاحة بتاعة المائع اللي بيخرج من البمب بتكون ثابتة بسبب ان هي معتمدة على مثلا المشوار اللي بيعمله البستون او معتمدة على المساحات بين التروس اللي بتلف اذا كان النوع ده من الجير بمب ولذلك كمية الزيت اللي بتضخ بتكون ثابتة ولا تتغير بتغير المقاومة في هذه الحالة تظل كمية الفلو ثابتة يعني للكيول واحدة يكون هناك عندي الديسبلسمنت بتاع البمب اللي هي الكيول اللي طلعة قيمة ثابتة بيكون عندي يعني اقدر احصل على اي مهما كان طبعا اللي بيحكمنا في الماكسيمم بريش الماتيريال او عملية التصنيع بتاع البمب وتكون البمب نفسها بتتحمل هذا الضغط ودي بتبقى الحالة لان في الاجتشوال كيس بيحصل سليبج او انزلاق لبعض جزء من المائع اللي هو بيبقى بيستمر وجوده او بين التروس او ما بيخرجش اثناء الضغ بتاع المائع بيكون المحبس مثلا لحظة الفتح او الغلق فبيحصل تغير بسيط في هذا الاتجاه مع الضغوط العالية يعني مع الضغط العالي بنجد فيه بسيط جدا يسمى السليبج ولكن مش هو ده اللي بيكون العمل عليه لان الرينج اللي احنا بنشتغل فيه في الضغط لهذه البومب بيبقى في حدود هذا الرينج البومبز بتختلف في الضغوط اللي بيتم التشغيل عندها يعني الجير بومب ممكن تصل لمتين بار اما البستون بومب لانها ممكن تتحمل ضغوط اعلى فممكن تصل ل700 بار في عملية التشغيل بتاعتها